هاولو كليفر معاكم ميس شايماء يلا ناخد مع بعض يونيتن يونيتن بي كان عن اي يونيتن اووركينج لايف اووركينج لايف الحياة العملية موبايل هيلث كلينيك موبايل هيلث كلينيك يعني عيادة وهيلث الصحيه موبايل متنقل عياده صحيه تبقى فى عربيه وادكات لى يكشفهenos مرضه بدلها دوكتور ازيز ووركسي في موبايل هيلث ليك دوكتور زيز بيشتغل فين؟ في موبايل هيلثي كلينك في العياده الصحيه المتنقله ديت دوكتور ازيز ووركسي في موبايل هيلثي كلينك يجب ن backlog بعض ثاني Dr. Aziz works in a mobile health clinic هو ببصر حاجة بعيدة far away يعني بعيدة عن Some people live in villages far away from a hospital بعد إيه الناس بيعيشوا في قرى بعيدة عن إيه بعيدة عن المستشفى again نقول مع بعض تاني Some people live in villages far away بعيدة عن from a hospital من المستشفى ونخلي بالنا أن away الإيه على طول وراها الدابليو مفيش مسافة بينهم الدكتور ده إيه examine examine يفحص يفحص المريض الأدامه doctors examine people and give them medicine الدكتور تفحص إيه الناس وتبتعطيهم إيه give them medicine علاج دواء again نقول مع بعض تاني doctors again قل مع بعض we visit the villages twice a month operation operation عملية they haven't got the equipment to do the operation هما ليس إليهم إيه أو لم يحصلوا على إيه the equipment equipment يعني المعدات equipment معناها معدات هذي كده جمع لكن في الإنجليش يتعامل أكي إنها مفرد يعني إيه حاجة واحدة بس equipment يتعامل أكي إنها إيه مفرد حاجة واحدة بس to do do علشان يعمل do يعمل إيه the operations العمليات again والمعبار they haven't got the equipment to do the operations ambulance ambulance يعني إسعاف if a patient لو المريض a patient patient المريض is very ill لو هو بيكون تعبان جدا we can call نستطيع أن نتصل بمين أو نستدعي مين call يعني يستدعي أكيد مين an ambulance an ambulance again if a patient is very ill we can call an ambulance and ambulance and ambulance health health صحة teachers sometimes المدالسين أحيانا teach children بيدرسوا لتشيلدرن الأطفال أي about عن their health عن صحتهم their health again teachers sometimes teach children about their health صحة هو بيشتغل ايه hard hard العمل بتاعه شاق hard it's very hard work هو بيكون عمل شاق جدا it's very hard work parents parents الوالدين الأب والأم I am going to tell my parents أنا سوف أخبر my parents والدين الوالدين بتوع أنا the god news الأخبار الجيدة the god news وكلمة news يعني أخبار لكن في الانجليش تتعلم لك إنها حاجة واحدة بس مفرد لكنها مفرد I am going to tell my parents the god news وفي كلمة تانية زي news وزي equipment اللي هما كنهم مفرد كلمة information information يعني معلومات تتعامل لكنها مفرد برضو البكتشر الصورة دي يتفكرينها أما قولنا دوكتر أزيز عياذة صحية متنقلة وهو بيبس على حاجة فكرينها أما قولنا بعض الناس live in villages يعيش في كرة إيه from a hospital from a hospital من المستشفى very good far away far away from far away from بعيد عن وقلنا وقلنا ساعتها away الحرف ال-a على طول وراء ال-w مفيش مسافة بينهم دوكتور دوكتورز بيعملوا ايه ال-people and give them medicine وبيعطيهم الدواء دوكتورز examine examine رابع عليكم examine يفحص and give them medicine وبيعطيهم الدواء هما فين we visit احنا بنزور زائي twice a month مرتين في أشهر twice مرتين a يعني في ومانس الشهر twice a month very good bravo villages villages ودي ايه they haven't got هما ما عندهم شي the equipment equipment المعدات نفتعي لكنها مفرد to do علشان يعملوا ايه do the very good bravo operations operations العمليات دية ايه if a patient is very ill لو المريض ضعبان جدا we can call تصل بمين an ambulance bravo عليكم ambulance الاسعيف هو ايه teachers sometimes احيانا مدرسين teach children بيدرسوا لتشيلدرن ايه عن ايه زير bravo health health الصحة عن صحتهم زير health it's very work it's very work عمل ايه دوت very good hard hard work عمل شاق hard work ودولت مين i'm going to tell my انا سوف اخبر my مين parents parents الوالدين الاب والام بتوعي the god news الاخبار الجيدة good news وتفقنا اخ news يعني اخبار يعني هي معناها كده جمع لا في الانجلش اتعامل اكلمها مفرد news في الانجلش اكلمها مفرد زي مين equipment المعدات وكمان مين information المعلومات information نقف لحد هنا في unit 10 اللي كان بيتكلم عن a working life a working life الحياة العملية ايه رأيكم عجبكم ولا لا لو عجبكم يجب ان تنسوش تعملوا لايك وشير وصبسكرايب واشتراك في القناة ويجب ان تشتركوا معنا في الفيسبوك الرابط اسفل الفيديو دوت كنت معكم مس شايماء good bye